خلينا وصل بقى المحطة اللي حضرتك سألت عنها لما ما فيش اغتيال وما ننفعش الاغتيال لا بمجال القهوة ولا بالديناميت ولا ولا اكسر البلد يبقى اذا تدمير الجيش المصري وعشان كده كانت المؤامرة وطبعا احنا لا نبرق النظام من الداخل من اخطاء وهو عبد الناصر حتى قال ان انا نتحمل مسؤولية كاملة لكن كانت ضربة مؤامرة خصيصة الغريب انه الشعب المصري العظيم ده اللي قال عليه عبد الناصر الشعب المعلم لم يحاكم عبد الناصر بل بالعكس ده بالعكس اه ويه في جنبه الراجل قال اتنحى قالوله لا يرجع وده على فكرة لما تجيب تاريخ مصر من منذ القدم حتى الان تجد ان الشعب ده عنده استشعار بالحاكم المحترم الوطني اللي بيقدم بلده فبيقف جنبه وعشان كده في 56 عبد الناصر بدخل حرب 56 وما كانش لسه استوعب اسلحة صفقة الاسلحة الشيكية بس كان مين اللي بيدعمه ومين اللي بيعيده ناصر الشعب لما خطط فيه على المنبك في 67 طبعا ضربة قاسمة واحنا كنا كلنا في السماء ومصر العظيمة ديت كانت عظيمة وبالتالي لما تنكسل الكرامة بالشكل ده النتيجة انه لا نقف جنب الراجل الكبير ما سبوش لان دي مؤمر ومن هنا من 67 ل73 حرب أزلت اسرائيل اللي هي حرب الاستنزاف ثلاث سنوات من أروع سنوات جمال عبد الناصر طبعا اللي بيشكك على الميديا ده طوله أعداء مصر احنا عشان ننهي الجدل ده جبنا شهادات اسرائيلية وانا قادرة لحضرتك دراسة هي شهادات اسرائيلية انتصار مصر في حرب الاستنزاف شهادات اسرائيلية اسرائيلية يعني كل الكتاب ده معمول على شهادات الاسرائيليين انفسهم موشي ديان وجلدة مقير واشكول وغيره كلهم بيقولوا ايه عن حرب الاستنزاف هي الحرب اللي هزمت فيها اسرائيل ولما نعرف ليه هزمت واحد الكتاب الأجانب شبه الحرب لستنزاف بانه حد بيعض على الابهام التاني كل واحد بيعض على الابهام اللي هيقول اه في الاخر هو اللي هيبقى انهزب اسرائيل قالت اه لان انت ما بتعبقش ما بتعملش تعبقها انت ما بتوقفش المصانع عشان تحارب هم بيوقفوا المصانع وبيستدلوا الاحتياط ولذلك فيه نص في الكتاب ده نص انا لقيته والغريب ان الاستعلمات بترجمها بس ما حدش انتبه له ان جلدة مقير بتقول دلوني على اي مكان اذهب الى جمال عبد الناصر ليوقف حرب الاستنزاف في الازاعة العبرية والنص موسق ومتريب وطبعا شهادات كثيرة اخرى حرب الاستنزاف الحقيقة نجا عبد الناصر في عادة بناء الجيش المصري وبسرعة وطبعا الازلال اللي شافته اسرائيل رغم ان احنا كلنا بناخد ضربات وضربات قوية وما كانش عندنا حقق السواريخ فكانت الفنتوم بتعبر الحدود بتعدي طبعا وكانت بتضرب بحر البقر وعبار الزيتية وغيرها غطرسة غطرست الفنتوم لكن عبد الناصر نجح في انه يبني حقق السواريخ ودي ملحمة في حد الزيتها تحتاج حلقة من حضرتك ملحمة بناء حقق السواريخ اللي قدى الى تساقط الفنتوم زي العصافير بعد كده استعدينا فعلا للعبور وتحمل الشعب المصري يعني ودفع ضريبة كان بيدفع تقريبا 400 مليون جنيه او حاجة زي كده الشعب جمعها للجهاد ضد اسرائيل وتحمل بقى تخريب البنية احنا متكلم على رقم اي سنة 67 وتمانية وستين وتسعة وستين تمام يعني بالارقام بتاعت اليومين دول يتضرب تقريبا في عشرين مش في عشر ده صحيح الشعب تحمل وتحمل يعني المرافق انتهت تدورت خطط التنمية تراجعت وتوقفت الخطة وقفت نفسها الخمسية احنا مش قادرين في الداخل نعمل اي تنمية لانه المجهود الحربي هو الاهم ولابد من رد الكرام عايزا لك لحاجة من شهادة مناحن بيجن عشان تعرف انه احنا رغم المؤامرة انه هم كانوا خايفين وكانوا منزعجين جدا وهو قال في مذكراته انه اسوأ صورة ازعجتني هو كان بيتوقع انتقام مصر ويعرف جيدا انتقام مصر اه يعرف جيدا معدن القند المصر اشتركوا في القناة